بسم الآب والابن والروح والكدس قال الله الرحيد أمين احنا النهاردة هندرس اسحح 18 في سفر الخروج والاسحح دوت بيعتبر نهاية مرحلة في تاريخ شعب الله المرحلة اللي بدأت بخروجه من أرض مصر وعبرهم في البحر الأحمر وتوهانهم في البرية وقصة الماء المر اللي تحول إلى ماء عز وقصة الاثناشر عين ماء سبعين نخلة وبعدين المن والسلوى وقصة الماء المتضفت من السخرة وقصة انتصارهم على عماليته كل القصص دي بترمز إلى علاقتنا احنا مع الله من بعد الصليب اللي هو هزيمة فرعون وبعد معموديتنا اللي هي عبر البحر الأحمر وبعدين وبعدين وإحنا في البرية بيجيب لنا خبز من السماء اللي هو جسد رب ودمه ودينا ماء من الصخرة اللي هو جنب المسيح المفتوح وبيخلينا ننتصر على عمليك في الحرب الروحية ده هو الشيطان في الصحاح 18 اتقابل موسى مع زوجته وأولاده وحماه واجتمع شم الأسرة فده بيرمز إلى اجتماعنا إلى الله في الأبدية بيرمز إلى اجتماعنا إلى الله في الأبدية وإن الكنيسة يتلمش ملها في حضور المسيح ايه التفاصيل بقى يقول في الآية الأولى فسمع يسرون كاهن مديان حمو موسى كل ما صنع الله إلى موسى وإلى اسرائيل شعب أن الرب أخرج إسرائيل من مصر طبعا احنا قبل كده اتكلمنا عن يسرون اللي هو حمى موسى اللي اسمه كمان رعوئيل كلمة يسرون جايز تكون لقب زي ما كلمة فرعون لقب للملك والاسم رعوئيل يعني راعي الله إيل ويسرون كان من مديان مش من بني إسرائيل لكن مديان دوت كان ابن لإبراهيم من قطورة لتجاوزها بعد ما صرر مات يعني هو أيضا ابن لإبراهيم عشان كده بردو كان يسرون كاهن مديان عنده شوية معرفة عن الله وهو في مكانه سمع بأخبار كل اللي حصل مع شعب الله الأخبار اتنات ورد الناس البدو اللي موجودين في برية سينة بينقلوا الأخبار حربوهم مع ماليق خبرت سمع ازاي الناس دول اللي طالعين من أرض مصر معهمش جيش قدروا يغلبوا عمليهم وازاي قدروا يفلتوا من إيد فرعون وازاي ينشق البحر قدامه وازاي المية المرة تبقى حلوة وازاي ربنا ينطر عليهم من السماء خبز ولح تعسلوا وازاي تنفجر لهم مياه من السخرة الأخبار بتنتشر يسرون سمع الكلام سمع الأخبار وإحنا داتي نسأل أنفسنا الناس بيسمعوا عننا إيه ماذا يسمع الناس عننا أو ماذا يسمعون عن الله بسببنا ممكن تكون نوع من الكرازة المستخبية أنك أنت حياتك فيها نجاحات بيعملها ربنا ومحدش يقدر يفسرها ليه الراجل نجح ده في مشاريعه التفسير الوحيد أن الله معاه ويتمجد اسم الله بسببك وده اللي قالها السيدة المسيح اللي يرى الناسه أعمالكم الحسنة في مجدون أباكم ألادي في السماوات الإنسان المسيحي لازم يكون إنسان ناجح في كل طريق الآية تقول كل ما يصنعه ينجح فيه وهذا النجاح يمجد اسم الله سمع يسرون كاهن مديان حمو موسى كل ما صنع الله إلى موسى وإلى إسرائيل شعب أما رب أخرج إسرائيل من مصر فيه آية في المزمور بتقول اللهم بأذاننا قد سمعنا أباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم في أيام القدم لازم إحنا نخبر الناس بأعمال الرابع ومزمور تاني يقول أنت الإله صانع العجائب عرفت قوتك بين الشعور لازم الناس تعرف قوت ربنا اللي احنا بنعبده مش كفاية أن الإنسان يتمتع بنعمة ربنا ده نوع من الأنانية أن أنا أعيش في نعمة ربنا ومبسوط بأن أنا مسيحي لكن لازم كمان الآخرين يسمعوا عن ربنا من خلالك بأي طريقة عمل يبقى يسرون فأخذ يسرون حمو موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها وابنيها لدين اسم أحدهما جرشوم لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة واسم الآخر العازر لأنه قال إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون وآتى يسرون حمو موسى وأبناه وامرأته إلى موسى إلى البرية حيث كان نازلا عند جبل الله واضح من الأيتين دول أن امرأة موسى لم تكن معه في مصر بينما احنا كنا سمعنا في صحرق مربعة أن موسى أخذ مراته وأولاده ونزل مصر فالمفسرين بيقولوا هناك احتمالان الاحتمال الأولاني أن موسى وهو رجع مصر في الطريق ساعة لما الملك قبله وكان هيموته لأن ابنه الصغير ما كانش اتختن وساعتها صفورة ختنت الابن ومست موسى بدم الختان فنفك عنه الملاك فاكرين القصة وقالت له أنت عريس دم لي بيقولوا ساعتها موسى قال لصفورة خد الولاد وارجعي عند ابوك لغات ما خلص القصة بتاعتي ونرجع ناخد لأن هو عارف إنه هيلدع هو أساسا ريح مصر مش عشان يعوه لأن الله مكلفه إنه هياخد الشعب ويخر وهو عارف وهو خارج هيعد على برية سينة عشان ليوحوا فلسطين فقال لها استنينا بدل ما تيجي ومعاك الطفل مجروح ومش هيستحمله المشقة بتاع الطريق و ما نضمنش فرعون يعمل فيكم إيه فخليكم بعيد والاحتمال التاني إن تكون راحت معاه مصر وخرجت معهم من أرض مصر لكن لما دخلوا إلى البرية هي سبقت وراحت لأبوها والمنطقة معروفة فقالت له أنا هروح أعود عند أبويا لغاية ما تعدوا علينا تاخدوني وهي اللي سبقت وخبرت أباها بقصة الخروب والمعجزات اللي عملها الله معه على إيه الأحوال أنا بميل للتفسير الأولاني إن موسى بعد ما أخدها معاه نصو الطريق رجعها لأبوها علشان ما تتعرضش للمخاطر إذا اعتبرنا أن موسى رمز للمسيح والمسيح عريس الكنيسة يبقى صفورة هنا رمز الكنيس لما موسى قال له خليك هنا وروح أنا قابل فرعون ورجعلك إشارة إلى أن المسيح يقول الكنيسة استني أنا هدخل للصليب لوحد مش هاخد معايا الكنيس هدخل أغلب الشيطان لوحد ودي الآية النبوة اللي جات عن المسيح اللي فيها بيقول دست المعصرة واحد ومن الشعوب لم يكن معي أحد وقال للتلاميذ تأتي ساعة فيها تتفرقون كل واحد إلى خاصته وتتركون واحد التلاميذ دول كانوا رمز الكنيسة أو هما دول الكنيسة في بدايتها تتفرقون كل واحد إلى خاصته يعني كل واحد يروح لابوك زي ما صفورة راحت لابوها وتتركوني واحد بعدين قال المسيح وأنا لست وحدي لأن الأب مع فموسى كأنه بيقول لصفورة أنا هدوس المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد وشتيجي معي ويقول لها تتفرقون هتروح انت الخاصتك وتتركوني وحدي لكن أنا مش وحدي لأن الأب السماوي معي أدخل الشيطان لوحدي ولما انتصر على الشيطان هاجي أخذك أنت وأولادك وتبقوا معايا زي بالظبط من المسيح لما انتصر على الشيطان رجع تاني للكنيسة إلى الملم التلاميذ ويبتدي إيه يبقى يقول لهم أنا معكم كل الأيام وإلى انتبار نوس لما صرف امراته كان بيحميها من مخاطر فرعون والمسيح أيضا يحمينا من خطر إبليس الابنين الأولين اسمه جرشوم والتاني اسمه ألي عازر جرشوم معناها غريب بيقول سماها جرشوم لأنه قال كنت غريبا في أرض غريبة كنت نزيلا في أرض غريبة أما كلمة ألي عازر ألي يعني يعني الله وعازر نقدر ننطقها آذر آذر في اللغة العربية يعني يساعد يعين يعني يساعد فألي عازر معناها الله يساعد الله يعين وهو قال كده سمى التاني ألي عازر لأنه قال إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعوب الابن الأولاني هو الغربة والابن التاني هو المعونة لو لم يشعر موسى بالغربة ما كانت أتت في المعونة ما كانش الأولاني جرشوم ما كانش بقى التاني ألي عازر وحكاية الغربة دي لها قصة طويلة مع أبائنا الكدسين إبراهيم كان يسكن في خيام عشان يحس أنه غريب والآية تقول غريب أنا في الأرض ونزيله مثل أبائي وفي حد من أبائي الكدسين النساك قال أن الغربة أفضل من إضافة الغرباء بالرغم إضافة الغرباء دي وصى بيها الإنجيل وقال لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بيها أضافة أناس الملائكة أو هم لا يعلمون لازم الوحد يبقى كريم ويضيش الغرباء فجه الكدس دي قال أن الغربة أفضل من إضافة الغرباء تعرفين ليه الذي يضيف الغرباء يحس أنه كريم وأنه صاحب فضل وأنه هو صاحب المكان اللي بيصطضيف الناس ويبقى هو سيد الموقف أي حد فينا مهما كان عظيم لما بيزور حد بيبقى يعاد كاشش وصاحب البيت هو اللي بيخد معليه وبيسود الموقف لكن لما يكون غريب يبقى إنسان غلبان ومتطدع ومكسوف وعايز يخلي نفسه خفيف على الناس ومشتقيل ويتعزن بالعافية حسس بالغرب فإذا كنت من نوع الذي يضيف الغرباء فأنت إنسان فاضل وإذا كنت أيضا من نوع الذي يحس بالغربة فأنت إنسان أفضل يا بخة الإنسان الذي يشعر بالغربة في العالم لأنه بقلبه مربوط بالسم أول ما تحس بالغربة تلاقي ربنا يقول لك وأنا أعينك أول ما تسمي أول فضيلة جرشوم اللي هي الغريب ربنا يجبك تاني فضيلة اللي هي قال يا عازل أقول لك وأنا أعساعدك الغربة فضيلة غريبة ما كناش بنفكر فيها كيف أكون غريبا في وسط الناس الإنسان الغريب لإنسان نتواضع لا يعطي يحكم ويؤمر يعني مثلا أقول لك لو إن فيه واحد أول مرة يدخل الكنيسة نهارا هو من كنيسة أخرى في حتى بعيد يدخل ويتمتع بجمال الكنيسة ومنظرها ويقول الكنيسة دي جميلة ونشيطة وفيها حاجات حلوة ويمشي عنده انطباع حلو ممكن واحد من شعب الكنيسة اللي باخدين عليها لأن تولد فيها يلاحظ أن فيه لمبة محروقة بقالها شهرين وحدش غيرها فيبتدي ينتقد ويقول إلاحظ أن هناك حب التراب على الدكة يلاحظ أي حاجة فيها نقص إنشغل بحاجة يحس المكان مكانه من حقه يقول لكن الإنسان الغريب يقول لك يا عم أنا راجل جاي أقضي ساعة وماشي لا زم ما سخ يعني أقضي ساعة وماشي يقف الإنسان الذي يعيش حياته كلها بإحساس الغربة يقول لك يا ساعد نقضيها ونروح السماء أزعل الناس لي مني ليه أم نستخليه خلينا قاعدين حلوين ساعة لم يمشي يقولوا الرجل ده كان طيب عمرنا ما سمعنا منه كلمة وحش فيبقى الغربة دي بتخلي الإنسان يقتني فضائل كثيرة يقتني فضيلة الاتضاع الوداعة إنه يبقى في حاله ما ينتقدش ما يتعيبش حد ما يزعلش حد بس هو تقوله يا رايح تكتر من الفضائح ده مثل مش بتعمل يقول لك أصلا غريب فأدب بها ومشي لا طبعا لازم عندما أنا أترك هذا المكان أترك ورائي رائحة عطرة مش رائحة دخان واللي يدخل المكان بعد مضيك يقول أنا شان من ريحة بخور مش يقول أنا شان من ريحة دخان أنتم رائحة المسيح الزكي عيشوا في الغربة تأتيكم المعونة من عند الله يقول ابنيها لديني اسم أحدهم جرشوم لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة واسم الآخر علي عازل لأنه قال إله أبي كان عوني فأنقذني من سيف رعون لحظوا أن أبائنا في العهد الأديم كانوا يسموا أولادهم بأسامي تعبر عن خبرتهم مع الله تفتكروا لما يوسف سمى أول ولد منسة وقال لأن ربنا أنسان التعب وبعدين التاني سمى إفرايم كلمة إفرايم يعني الثمر الكثير يقول لأن رب جعلني مسمرا لما يوسف نفسه ولد لرحيل سموه يوسف لأن كلمة يوسف يعني يزيد وقال له عشان ربنا يزودنا عيل تاني وهكذا كل واحد بيعبر عن خبرة مع الله وإحنا أيضا المفروض خبرتنا مع الله نسجلها بطرق عديدة جايز حد فيكم بردو يكون مسامي أولاده بأسامي تعبر عن مواقف معينة في علاقته مع الله موسى بيقول إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون ما قالش أنا شاطر وأنا حكيم وأنا حليم وأنا أقدر أعمل لم تعملش وأنا أعظم قائد في التاريخ وأنا اللي غرقت فرعون اللي محدش كان قادر عليه فيش كلمة أنا بي فيه كلمة إله أبي إنسان يتفخر بأعماله فتنزع منه وإنسان يفتخر بالله فيزداد عشان كده الآية تقول أما ما نفتخر فليفتخر براء لازم ربنا هو يكون موضوع فخرنا إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون يقول كأن من غير إله أبي كان سيف فرعون يطلني ويموت الآية رقم خمسة وَأَتَى يَفْرُونَ حَمُّ مُوسَى وإبناه وأمرأته إلى موسى إلى البرية حيث كان نازلا عند جبل الله جبل الله دي كلمة تعجبني أولا جبل الله اللي هو جبل حريب اللي فيه موسى تقابل مع الله في أول مرة في قصة العليقة المشتعلة بالنار وجبل حريب دوت اللي بعد كده موسى يطلع فيه يأخذ شريعة وجبل حريب ده اللي كان نستخب فيه إليا النبي فيما بعد فعلا يستاهل هذا الجبل إنه تسمى جبل الله دايما الجبل يرمز للشموخ والعلو والسمو وأنت أيضا تستطيع أن تكون جبل الله لما يكون من نوع الصامد اللي مش أي حاجة تهزه ومن نوع الشامخ اللي ما يسمحش للقطاية تتسلل إليه ومن النوع العالي في هدوء مش عالي في صخب الكبرياء والله يتجلى على هذا الجبل وتبقى أنت جبل الله من ضمن الألقاب اللي بنقولها للعدرة إن هي جبل الله وعدرة دي كانت جبل فعلا وجبل الله عجيب إن مكان من الأماكن عشان الله تجلى فيه يصير مقرس لله ويبقى ده جبل الله فقال لموسى أنا حموك يسرون قاتي إليك وامرأتك وابنها معه كلمة قاتي إليك معناها إن هو مش بيقول بلسانه ده بعت له رسالة بعت له رسالة يقول له أنا جايلك في السكة فقال لموسى أنا حموك يسرون قاتي إليك وامرأتك وابنها معها فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته ثم دخل إلى الخيمة لما قال له أنا جايلك خرج لموسى ودي معناها عندما أصلي إلى الله وأقول لي رب أنا عايز أجيلك قال إيه هو اللي خرج يستقبلي ما يديش كل العبق على الإنسان إذا أنت مشي في خطوة هو يمشي خطوتين أنا جاي قال له أنا هخرج استقبلك لما خرج لاستقبال حميه سجد له طبعا السجود ده إحنا شفناه قبل كده كتير في سفر التكوين إبراهيم سجد للرجال الثلاثة اللي زهروا له صحيحا كان في أسطهم المسيح واثنين ملايكة لكن أساسا إبراهيم ما كانش عارف أن هذا الله مع ملايكيته بيزجد للناس غرباء ولما وقف ربنا يتكلم مع إبراهيم وأرسل الملاكين إلى سدوم يتقابل مع لوت لوت لما شفهم سجد له معه ولما ماتت صار أن رأت إبراهيم وراح لبني حس يقول لهم شفوا لي أي مكان أدفن فيه ميتي فقلوله في أحسن مكان تختاره خدوا أدفن ميته فيقول سجد إبراهيم لشعب الأرض لبني حس السجود هنا بمعنى الشكر والعرفان والتكريم يعقوب لما كان هربان من وجه عيسو ولاجع وسمع أن عيسو جاي قبله سجد لعيسو سبع مرات والجريتين سجدوا العيس وبعدين ليأة وأولادها سجدوا العيس وبعدين رحيل وأولادها سجدوا العيس وفي قصة يوسف الصديق أخوة يوسف لما جولوا المصر سجدوا لهم وتحققت الرؤية اللي كان شافها في الحل ولما مات شاول الملك وتولى داود الملك نوع من الجنيل قال ما فيش حد من أولاد يونسان أكرمه فجابوا له ولد اسم نيف بوش فسجد لداود ولما سليمان تولى المملكة جه أخوه أدونية سجد له ولما جات والدته عايزة تقابله قام عن كرسي الملك وسليمان الملك سجد لولدته كل هذا السجود غير سجود العباد دي نوع من التحية اللي كانوا متعودين عليها وقتها وفي هذا المكان كل شعب من الشعوب ليه نوع من التحية يعني لو تشوفوا الجماعة اليابانيين ما يسلموش بالإيد زينا كده يعني يخطوا قديهم قدامهم وصدرهم بالمنظر ده كده وينخن وفي ناس تقبل بعضيها وفي ناس تسلم بالإيدين كل شعب ليه طريقة وفي ناس تنحني بعض الشعوب لما يكون لابس بورنيتة يخلعها وينحني كل ناس لها طريقته فكان دي طريقة من طريقة التحية والتكريم والتعبير عن الحب والإحترام لشخص الأخ بقول ده ليه لأن انتوا أحيانا تعملوا ميطانيا أمام الأسقف أو أمام البابا ونس تنتقدكم ولهم دي طريقة التحية بتاعكم وموجودة في كتاب المكادس هناك فرق كبير بين سجود التحية وسجود العباد ممكن نسجد أمام أيقونة بس مش بنعبد الأيقونة نمحني أمام العزراء مريم وإحنا بنبخر لكن مش بنعبد العزراء مريم فموسى سجد وهو بيستقبل حمي وقبله وبرضو القبلة دي كانت عادة عند الشرقيين يبوصوا بعض في قصة أب شلوم ابن داود اللي قام ضد أبوه وعمل ثورة والإنقلاب وعايز يمسك المملكة مكان أبوه قبل ما يعمل الثورة عمل حركة مكارة أبو إنه كان يخرج برة القصر إنه قام ابن الملك فبدأ يستميل قلوب الناس للحركة الخداعة دي كانش قلبه مستقيم ما كانش الحكاية دي تضاع حقيقة دي كانت خطة علشان يخلي الناس تحبوا أكتر متحب الملك ولما لما حواليه الناس رح ايه عمل ثورة ضد أبوه طرد أبوه من الملك طبعا بدون مشروع في ربنا فانتهت القصة بإن أب شلوم دا نفسه مات وداود رجع مرة تيني للمنلكة المنظر الخارجي يقول إن أب شلوم إنسان متضع لإنه مقبلش إن الناس تسجد له وداود متكبر لإنه بيقبل الناس تسجد لكن حقيقة الأمر يعرفها الله لأن الله يعرف نوايا وقلب موسى لما سجد لحميه وقبله كان بيسجد ويقبل بحب وبنية صافية من زي أب شلوم وما كان بيعلم ولا زي قبلة يهوزة من أشهر القبلات الرديقة الغشاشة الخداعة قبلة يهوزة بولس الرسول قبل ما يستشهر بقليل عمل اجتماع جمع فيه الكهنة كلهم وأفس السوملية صغير كل أماكن وقال لهم عزة كأنه بيودعها فيقول الكتاب وقعوا على عنق بولس قبلونه مترجعين ولا سيامة من أجل الكلمة التي قالها أنهم لن يروا وجهه بعد لما تقابل موسى مع حماه يسرون سجد وقبله وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته أخبرك إيه؟ كلمة سألوا عن سلامته عن أخبرك إيه؟ زي لما يوسف اتقابل مع أخواته وقال لهم أسالم أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه أحي هو بعد ولما رجع أورية إلى داود سألوا داود عن سلامة الشعب ونجاح الحرب وسلامة يؤاب رئيس الجيش حقيقة العبارة دي وما يأتي بعدها أن موسى قعد يحكي الحماه إيه اللي حصل وربنا عمل إيه معاه بتبين أبد إيه؟ مفروض تكون زيارتنا العائلية فيها تنجيل لإسم الله أبعنا القدسين لما كانوا يتقابلوا يقول كانوا يتحدسوا بعجائب الله وإحنا لما بنتقابل بنحكي في موضوع غريب أهلا ونحفظ الآية أن تقول أخبر بإسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحها ولما تقابل مع أي حد أخترع الفرصة اللي نتكلم فيها عن عزائم الله تبقى جميلة كمان لما الواحد يقولها بطريقة سلسة مش مفتعلة تشوف كده أي مدخل في الكلام تدخل وتقوله ده احنا في الكنيسة عملوا كذا ده ربنا تمجد وعمل كذا وتدخل في موضوع ربنا معلمنا بولوس يقول إن كان وعظ ما في المسيح إن كانت تسلية ما للمحبة إن كانت شركة ما في الروح إن كانت أحشاء ورأفة فتمموا فرحا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا أنه لكم محبة واحدة بنفس واحد لازم الإنسان كل حاجة تبقى المجدى الله لما سجد وسألوا عن سلامته دخل إلى الخيمة الخيمة دي ترمز للغربة قول وترمز أيضا للكنيسة وترمز للتجسد مش قلنا الكلام ده كله الخيمة ترمز للتجسد لأن بولوس والرسول سمى الجسد بتاعنا النقدة بيت خيمتنا الأرض بيت خيمتنا الأرض فلنا بناء في السماء فدخل إلى الخيمة معناها المسيح أخذ الكنيسة واتحت بها في خيمة واحدة شوف مين اللي دخل يسرون أبو مرات موس يعني أبو البشرية أبو الكنيس يعني آبا وصفورة اللي هي زوجة موس كنيس وجرشوم وألي عازر أولاد موسى أو أولاد صفورة يبقى أولاد الكنيس كلهم دخلوا في خيمة واحدة الكنيسة الواحدة المقدسة لإيه الجامعة موسى من نس إبراهيم وأسحاق ويعقوب أما يسرون وصفورة من نس لمديان يبقى إشارة إلى اجتماع اليهود والأمم في خيمة واحدة اللي هي كنيسة العهد الجديد لما دخلوا بقى فقص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من أجل إسرائيل هو صحيح يسرون كان سمع القصص بس أخبار متنطورة فقال لي موسى حكيلي إيه اللي حصل ده أنا سمعت كلام نفسي أعرف حققته وبدأ موسى بلذة روحية يحكي له قصة الله مع شعبه زي بالظبط لما يكون فيه حد مسافر برا وأول ما يرجع نلتف في كل الأسرة حوالي يحكي لنا إيه أخبار رحلتك عملت إيه برا ففيه واحد يبدأ يحدث بعجائب الله وعظائمه وفيه إنسان يععد يحكي كلام فيه تسليل إيه رأيك لما تقود أنا هناك شفت إيد ربنا وكان مرافقني في كل خطوة وروحت زورت كنيستنا في الحتة دية وأبقى كهنة حلوين وشعبه مباركين حافزين تسبحة ويقولوا قداس باللغة بتاعتهم وأنا فرحان إن كلمة الله تنتشر في كل مكان وعندهم نشاط تحول الموضوع إلى الله ممكن يقول لك ما شفتش غير الكنيس إلهم دي اللي شغلت بال عامل زي الراهب اللي بعثوه قابل البابا ولما رجع الكفة حوليه الرهبان قالوا شفت إيه في مدينة الإسكندرية قال لهم شفت البابا نحن عارفين إن انت شفت البابا ما شفتش حد تاني قال لا ما شفتش غير البابا فقالوا له ليه هو الإسكندرية بقت مهجورة والناس أبوها قال لهم ما عرفش أنا كل اللي حط في بالي إن أنا خرجت مديري قابل البابا فروح تقابلت البابا وبيت وشغلتش بالي بحاجة تاني إذا يقف الإنسان اللي ركز في ربنا قص موسى على حميه كل ما صنع ربه بفرعون والمصريين من أجل إسرائيل كلمة إسرائيل يعني شعب الله يعني الكنيس من أجل الكنيسة الله مستعد يعمل كل حاجة يخضع فرعون ويميته وينهي على جيشه وفرسانه من أجل إسرائيل وبعدين بس مش كده وبس وكل المشقة التي أصبتهم في الطريق فخلصهم الرابع يعني مش إنت أنفكر يا سرون إن إحنا جاني هنا بالسهل ده إحنا شفنا مشقات كثيرة جدا في كل محطة كان هناك متاع والله يخلصنا من كل ضيق أوعد فكروا إن الطريق الروحي طريق سهل بس أوعد خافوا من إنه يكون طريق سعب لأن الله يخلصنا من كل ضيق يقول الكتاب في كل ضيقهم تضايق الفتية الثلاثة دخلوا أتون النار لكن الله كان معه وأنقزه دس دخل دخل والكتاب يقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعونا في تجارب متنوعة الله يدفل معنا وأنقزنا ففي حاجتين الهموس المعجزات اللي عملها الله مع شعبه والمشقات التي أصابتهم بس كمان ما ننسيش فخلصهم الراب في إنسان لم يحكي المشقات بيحكيها عشان يبين قديه وبطر لكن موسى هنا كان بيحكي عشان يقولنا قديه ربنا أنقزنا وخلصنا ففرح يسرون بجميع الخير الذي صنعه إلى اسرائيل الرب الذي أنقزه من أيدي المصريين في إنسان الكلام بتاعه يفرح نوسى بيفرح القلوب خلى يسرون يفرح ويسرون واضح من الكلام أن الإنسان تقي بالرغم أنه هو مش من شعب الله لكن فرح للخير اللي عمله الله لشعبه هل أنت تفرح بالخير اللي بيعمره الله مع غيرك ولا الواحد فينا يبقى ناني في ناس ما تفرقش معه كويس هو يقولك كويس كويس وفيه واحد يحقد ويزعل ويقولي يعني شمعنا هم اللي يبقوا كده وفيه إنسان لما يلاقي حد ناجح يحفر له عشان يضيعه حك فيه إنسان يفرح لخير الآخرين يسرون هذا الكاهن الغريب غريب الجنس فرحة للخير اللي صنعوه الله إلى إسرائيل وأنقذوا من أيدي المصريين وقال يسرون مبارك من الرب الذي أنقذكم من أيدي المصريين ومن يد فرعون الذي أنقذ الشعب من تحت أيدي المصريين الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم يسرون كان بيعبد إله ما نعرفش مين هو هل يسرون بيعبد إله إسرائيل جائز خصوصا إنه هو من أبناء مديان ومديان ابن إبراهيم فما فيش ما يمنع إن مديان كان يعرف الإله الحقيقي إله إبراهيم لكن ما كانش يعرف كلمة يهوة كلمة مبارك الرب الرب دي أصلا مكتوبة في اللغة الأصلية إيه يهوة يسعيب يسعي أنت عارف أن أقعد مع مين دلوقتي يقعد ناموس فلابد أن يكون خبروا باسم الرب فيقول مبارك الرب إيه رأيك لو أنت ععدت مع واحد غير مسيحي أو غير متدين أو ما يعرفش ربنا ومجرد ععدت معاه بدأ يمجد اسم الله مبارك الرب الذي أنقذكم من أيض المصريين ميد فرعون كلمة مبارك معناها أنه هو بيبارك الله ما هي في اللغة العربية كلمة مبارك دي سموها اسم مفعول يعني حد برك زي كلمة مقدس حد قدس فإزاي ياسرون يبارك الله كلمة يبارك الله بمعنى ينسب البركة إلى الله يقول له أنت مبارك زي ما احنا في البسخة بنقول لك القوة والمجد والبركة أنت لك البركة ينسب المجد والبركة والتقديس إلى الله ملكي صادق لما قابل إبراهيم وهو راجع من حربه قال مبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك إبراهيم لأنه انتصر بمعونة ربنا خلنا ملكي صادق يبارك الله وقادي موسى لأنه انتصر بنعمة ربنا خل ياسرون يبارك الله والموقف هنا متشابه لأن ملكي صادق كان ملك سليم وكان كاهن لله العلي بالرغم أنه ما كانش من أبناء إسرائيل ولا أبناء إبراهيم وقادي هنا ياسرون كان ملك للحتة دية وكان كاهن مع أنه مش من الناس بإسرائيل والاتنين عرفوا إله إسرائيل بسبب رجال الله الكدسين في سفر صمويل الثاني واحد اسمه أخي معص قال للملك السلام وسجد للملك على وجهه إلى الأرض وقال مبارك رب إلهك الذي دفع القوم الذين رفع يديهم على سيد الملك ما أجمل أن يبارك الناس الله بسببك وعندما تمت البشارة بملاد المسيح وولد يحنى المعمدان زكريا قال مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه يجب أن نبارك الرب في كل حين مبارك الرب الذي أنقذكم من أيدي المصريين ومن أيدي فرعون هنا تسبيح الله بخبرة مبارك الرب ليه لأنه عمل كذا خبرة العمل الإلهي في حياة البشر وده اللي بنعمله في التسبيحة اليومية بنصلي الهوس الأول بنمجد فيه ربنا اللي أنقذ شعبه وعبره في البحر الهوس التاني بنمجد فيه ربنا اللي أنقذنا من عبودية إبليس وأعطانا خبز الحياة الهوس التالت بنبارك فيها الله لأنه أنقذ الفتية الثلاثة من أتون النار وهكذا فإحنا نبقى بنمجد ربنا على أعماله اللي بيعملها معانا وبعدين يقول يسرون الآن علمتوا أن الرب أعظم من جميع الألهة دلوقتي بس عرفت يقول آه لأن شفت موسى وعرفت موسى ممكن الناس يكون لهم ألهة كثيرة يسقوا فيها إنسان يثق في المال وإنسان يثق في صحته وقوته وإنسان يثق في حكمته وزكاءه هي دي الألهة بتاعته وآخر يثق في المعارف والناس المسؤولين الكبار اللي بيعتمد عليهم وعلى معرفتهم وواحد يثق في يهوى فقط وبعدين تيجي أنت اللي بتثق في الله فقط مالكش حاجة لو عندك فلوس لو عندك معارف لو عندك صحة لو عندك أي حاجة رسمالك الوحيد هو خوف الله وأنت الوحيد الذي تنجح وتنجوه فيبتد الناس اللي عندهم آلهة غريبة يقولوا الآن الآن علمتوا أن الرب أعظم من جميع الآلهة الله يتمجد فيه يقول لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم كلمة بغى يعني ظلم أو افترق في الشيء اللي افتروا فيه كان ربنا عليهم ضدهم يعني إيه اللي بغوا به تفتكروا معاي في أول إصحاح لما لقوا إن بني إسرائيل بيكتروا فرعون قال هلما نحتال لهم نحتال يعني نفكر في حيلة طب النس ذو القاعدين في سلام وأمان وما فكروش في الشر تحتال ليهم ليه دفترة هلما نحتال لهم لأن لا ينمو فيكون إذا حدست حرب أنهم ينضمون إلى أعداءنا ويحاربونا ويسعدونا من الأرض طب أنت ليه بتظن السوق ده بغي ده إنسان بيفتري وبعد جاب الدايات وقال لهم لما تولدوا العبرانيات إن كان ابنا فاقتلاه وإن كان بنتا فتحه طب ليه عملوا لك إيه إيه دنب الأطفال الصغيرين يتقتلوا وهم لسه مولودين ولما الاتنين الدايات دول خافوا الله ما عملوش كده أمر فرعون جميع شعبه قال لهم كل ابن يولد تطرحونه في النهر لكن كل بنت تستحيونها ده مش تفترة ولما راح موسى يقول له خرج الشعب قال لهم متكاسلون أنتم متكاسلون وراح أمر أن هم ما يدوش للشعب تبني عشان يعملوا الطوب وقال لهم اجمعوا لأنفسكم تبني والمقدار اللي كنتوا بتسلموه كل يوم من الطوب هو بعينه مش كل دو تفترة ويقول لموسى من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه وانتهى الجفاوة عشان كده يصلون قال فعلا إلهنا ده إله عظيم أعظم من جميع الأله نحمي يقول أظهرت آيات عجائب على فرعون وعلى جميع عبيده وعلى كل شعبي أرضه لأنك علمت أنهم بغوا عليهم وعملت لنفسك إسما كهذا اليوم الإنسان اللي بيفتري ربنا يسيبه 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 وبعدين ينزل يحطمه لأن الله ميحبش الافترة ميحبش الإنسان يكون قاص القلب على الآخرين في قرمية يقول اه ادعوا إلى باب الأصحاب القصي أصحاب القصي اللي هم معهم الأسلحة يعني لينزل عليها كل من ينزع في القوس حواليها يعني كل أصحاب الأسلحة تعالوا عشان هنضرب بابه لا يكون ناجن لا يكون شؤالة واحد هينجل كافؤوها نظير عملها ربنا بيقول كده على كل واحد كافؤوه نظير عمله افعلوا بها حسب كل ما فعلت طبعا لو الإنسان عمل خير ربنا يكافؤ بالخير عمل شر يكافئ بالشر لأنها بغت على الرب على كدوس اسرائيل حكاية الذي بغوا به كان عليهم فسروها بعض الناس أن الضربات العشرة كانت موجهة إلى أليهة المصريين أنت بتتعافى علي ليه عشان عندك أليهة طب هوريك الأليهة بتاعتك دي ايه ما قامها ما هو فخر مصر النيل بيعبده النيل طب يحول النيل إلى دم بتعبده الضفادع إلهة الخص طيب أنا هخليك تزهق من الضفادع وتجحدها وترموها في النهر الكهنة بيهتموا بالنظافة بتاعتهم عشان يقدموا الزباح للأليهة طب هامل البلد بالبعود وخليكم كلكم تقرفوا من البعود دو ما بقاش فيه نظافة بتعبده إله اسمه الزباب اللي هو باع لزبوب طب أنا هخلي الزباب يأذيكم بتعبده البقرة هجيبوا أبق على المواش بتعبده الشمس الإله رعي أنا هجيب ظلام على كل أرض مصر والشمس تختفي يبقى فعلا إلهنا أقوى من جميع الأله مين يقدر على إلهنا بقى هو تفكروا أن هم قدروا عليه ساعة ما صلبوه ده ساعة ما صلب صلب بإرادته بدليل أنه قام من الأموات غالبا شوكة الموت الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الألهة لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم كان ضدهم فأخذ يسرون حمو موسى محرقة وذبائح لله شوفوا بقى موسى جرجر الرجل دوت أن يعبد إيه الإله تعالى يا يسرون سيبك من اللي أنت بتعبده وأعرف إلهنا واسجد ليه وأدم له محرقة وزبائح وجاء هارون وجميع شيوخ إسرائيل ليأكلوا طعاما مع ليأكلوا طعاما مع حمي موسى أمام الله بعد ما أقدموا زبائح جه هارون دو رئيس كهن وجميع شيوخ إسرائيل وقعدوا مع حمي موسى ليأكلوا طعاما أمام الله إيه كيه الطعام أمام الله دي بقى بعد ما زرحوا الزبيحة قعدوا يأكلوا طعام أمام الله إنها إشارة مبكرة جدا لسر التناول ناس بتأكل أمام الله واجتمع في هذه الأكلة موسى اللي هو رجل الله النبي وهارون اللي هو رئيس الكهنة محمى موسى اللي هو من الأمم وزوجة موسى اللي من الأمم وجرشوم وقالي عازل أولاد موسى اللي هما نصهم أمم من أمهم ونصهم يهود من أبوهم الجميع اجتمعوا في خيمة واحدة ليأكلوا أمام الله لم يذكر الكتاب عبثا أنهم يأكلون طعاما أمام الله ليه قال كلمة أمام الله عايز يقول دخلنا في ود وصداقة وعشرة مع الله ما الإنسان لم يعمل فطية يهرب من وجه الله زي آدم وزي قيين يهرب والإنسان اللي دخل في عشرة وود يقعد ياكل قدما الله ودي قالها موسى للشعب في سفر التسنية تأكلون هناك أمام الرب إلهكم وتفرحون بكل ما تمتد إليه أيديكم أنتم وبيوتكم كما برككم الرب إلهكم يوم ما سليمان مسك المملكة قالوا كده عن الشعب أكلوا وشربوا أمام الرب في ذلك اليوم بفرح عظيم وملكوا سليمان ابن داود ومسحوه للرب رئيسا وصدوق كاهنا حكاية ناكل قدام الرب قال عنها معلمنا بولس فإن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا ففعلوا كل شيء لمجد الله حكاية يكلوا قدام الله دي لها قصة جميلة لتتبعنا فصلها في البداية بسفر التكوين كان الإنسان يأكل من يد الله والغلطة الخطيرة اللي وقع فيها آدم إنه أكل من يد الشيطان فالأكل بقى فيه لعنة قال له ملعونا الأرض بسببك وشوق وحسك ثم بيطلك الأرض لأنك أكلت من إيد الشيطان اطلع بقى مش بس المخالفة دا مشكلة المخالفة إنه أكل كمان من يد الشيطان يعني المخالفة هنا فيها كمان غلطة تانية وأصبح الإنسان يأكل إنه مؤكلوا بإيده كلها إشارة للي هيعمل المسيح معانا وتمر الأيام ويجي ربنا بالجس فتلاقيه يعمل إيه يدخل بيت مريم ممارسة ويأكل يدخل بيت الفريس سمعانا الأبرز يدخل عندي زكة وكل مكان يدخل فيه يقولك يتكئ وعندي لاوي ويعمل له وليمة عظيمة ويأكل مع الناس وجي مرة تانية المسيح راح مديهم خبز وسمك وشبع الجمع من إيده عملها مرتين المعجزة دي وجي آخر مرحلة بقى لما وصل بينا في السلم لغاية الطب القمة أخذ خبز على إيده وأكلهم بإيده جسده وإيه ودعمه أخذوا وقولوا منه كلكم تدخل تاكل من إيد المسيح وتروح بيتك تاكل برضو من إيد المسيح فكلها كانت قصة إزاي نبقى فيه عشرة مع ربنا والعشرة دي لازم تبقى عيشوا ملح لازم ناكل من إيده والغلطة اللي ويع فيها آدم مش عايزين نقررهم عشان كده لازم نصوم قبل التناول ولازم نتناول من إيد المسيح ولازم لما يكون فيه صيام في الكنيسة محدش يفطر ولازم لما يكون فيه فطر في الكنيسة محدش يصوم لأن الفطار معناها المسيح بيأكلني والصيام معناها المسيح قال مش هتاكل دلوقت أول ما يقول صيام أقول له مش هاكل غالما تقولي لما يقول فطار أقول له مدام انت قدمت لنا بإيه إيدك آكل آجي الكنيسة ونصايا واخرج آكل لأن المسيح قال لي يخذوا كله منهم كله حيناء إذن فقط يكون أكلنا وشاربنا أمام الله ولما نقعد في البيت على الميدة بتاعتنا الترابيزة نلاقي نفسنا بناكل ملئين طب وتاكل أمام الله إيه رأيكم لما يكون قاعدين في البيت بناكل مع بعض وحاسين ان احنا بناكل أمام الله ولما حد يقول حاجة غلط قل لا ما يصحش على الأكل لأنني مسيح حاضر معنا عندنا في الأديرة أثناء الأكل ولا الأداس ممنوع حد يتنفس احترام الميدة زي احترام المزمى في الدين والأكل يكون بمنتهى الوقار وواحد من الأباء بيقرى بستان الرهبان والوحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من 19%